أخوتي أخواتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نحن الآن في المحاضرة الثامنة والتي توقفنا عند مفردة الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم الإعجاز الصوتي شأن الأركان أو الأطياف الأخرى من الإعجاز واقعاً يحتاج إلى قراءة واعية وقراءة متفحصة لأنه يستند على جمل أدائية وجمل علمية مهمة الإعجاز الصوتي في الواقع إذا أردنا أن نشير بدءاً لأن الإعجاز أن القرآن الكريم في بداية الدعوة ومن مراحل تبليغه الأولى إلى المراحل الختامية الأخيرة إلى عصر ما قبل التدوين يعني مرحلة ما قبل التدوين يعني هو كيان صوتي القرآن في هذه الفترة في هذه المراحل المتعددة في لحظات النزول في لحظات الإيحاء والوحي كان صوتاً كان إشارات صوتية كانت تبليغات صوتية كانت مجموعة من الآيات والتبليغات عبارة عن منهج منهج صوتي تبليغ تبليغ صوتي هذا التبليغ الصوتي نرى صداه في القرآن الكريم ولو تتبعنا بعض الآيات أو جملة من الآيات سنقرأ مثلاً بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأناه فاتبع قرآن أداء صوتي فعل تبليغ صوتي وهذا مميز هذا الامتياز خاص بالقرآن الكريم خاص بالقرآن الكريم فيه خصوصية أيضاً يعني قبل هذه الخصوصية من خصوصيات الإعجاز القرآني الخاص إذا تذكرون في المراحل الثالثة المراحل السابقة التي تناولنا فيها قضية الإعجاز أن معاجز الأنبياء عامة في إطار بشكل عام المعاجز الحسية العامة المعاجز التي متعة بها الأنبياء أو المعاجز التي أعطيت صلاحيات كاملة لأدائها من لدن الأنبياء من لدن السماء هذه المعاجز في الغالب هي معاجز تأتي من وحي التنزيل وحي التنزيل يأتي في سياق والمعاجز في سياق آخر يعني يأتي في عصر موسى عليه السلام عيسى عليه السلام في أزمان الأنبياء الأخر سلام الله عليهم الوحي يأخذ سياق متصل في التبليغ الرسالة والآيات والمعجزات سياق موازي لها لإثبات النبوة على سبيل الفائدة واحد من الفائدة هي إثبات النبوة مع القرآن الكريم الوحي بحد ذاته الوحي هو القرآن نزل الوحي بالقرآن نزل بالقرآن بلغ القرآن إذن الوحي هو عينه الوحي الإلهي نزل بالقرآن فالمعجزة معها الوحي كانت متصلة اتصالة مباشرة هذه قضية هذا امتياز امتياز الآن في القرآن الكريم هذا امتياز شيق وبليغ جدا نعم لدينا صحف قبل هذا القرآن الكريم أخذت سياق الشفاهة في ناحية التبليغ ولكن مستوياتها مستويات مختلفة مع القرآن الكريم من لحظة نزوله يعني كان لحظة نزول شفاهية تبليغا شفاهيا تبليغا صوتيا لتمام القرآن قبل تمام القرآن دوين هذا مو كلامنا لكن مراحل الأداء صوتية مراحل التبليغ الإلهي التسليم تسليم الوحي الإلهي القرآن المنزل كان تبليغا صوتيا أدائيا مراحل تبليغ القرآن من الوحي الإلهي إلى عامة المسلمين كان صوتيا هذا أيضا ظاهرة مهمة جدا من ظواهر الإلهية المهمة نفس المعجزة مرتبطة بالموحي نفس المعجزة تؤدى أداءا صوتيا نفس المعجزة أو المعجزة نفسها تؤدى أداءا إلى المستفيدين منها أو المنذرين تؤدى أداءا صوتيا هذا حال يجب أن نتوقف عندها وما يمكن أن نستطيع أن نجني منها اقرأ آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم سنقرئك فلا تنسى نعم لدينا آيات أخرى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين في الغالب في الغالب هذه أدوات تبليغية أدوات تبليغية صوتية اقرأ باسم ربك الذي خلق إشارات تبليغية بسم الله الرحمن الرحيم واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك اتلو إذا ننتقل الفعل من فعل التبليغ إلى فعل الأداء الصوتي واتلو ما أوحي إليك من الكتاب أداء صوتي ويسألونك عن ذا القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى وآيات كثيرة كثيرة تؤيد وتسند هذه الحكرة للأداء الصوتي للقرآن الكريم هذه إشارات إشارات الماحية أولية تبين أن الأداء الصوتي هو كان فعلا أوليا أداء صوتين هو فعلا أوليا مباشرا هل لهذا الامتياز تأثيرات أخرى يعني هذا امتياز للقرآن الغاية من هذا الامتياز هل نستطيع أن نستخرج منه إطارا إعجازيا وكيف يمكن أن يكون هذا الأداء الصوتي يعني إضمار لتقنية إعجازية زين نجي هذا التناسب الموجود لاحظوا أخواني في كل المعاجز الموجودة في كل المعاجز الموجودة السابقة هناك نوع من التناغم ما بين المعجزة أو الإعجاز الإلهي ما بين الفكر الاجتماعي الفكر الاجتماعي الموجود هذا الفكر الاجتماعي الفكر الموجود إذا كان فكر النخب وإذا كان هذا الفكر فكر العامة ويمكن أن نقول هناك مستويات من الفكر والتفكير كما استقر بنا القول في إحدى المحاضرات إلى أنه مستوى الفكر الاجتماعي ومستوى فكر النخب والخاصة والمراكز القرار القرآن الكريم حق المجتمع في تلك المرحلة في غالب المجتمع في غالب المجتمع العربي في أغلب المجتمع العربي كانت الرواية التي تروي الشعر كانت رواية الشفاهية وكان لكل شعر راوية يروي شعره وهذا الراوية هو مسؤول عن جمع شعر الشعر فظاهرة اجتماعية هي أيضا موجودة في تلك المرحلة فهذا التناغب من صوتي في التبليغ الإله الصوتي قريب من بيئة اجتماعية موجودة لو كان خطة بيمينه فيمكن أن يحمل بعض الإشكالات وبعض المآخر على كل حال هسا نستخرج الجو الإعجازي من هذا الجانب المهم الذي خصل به القرآن مثل ما تنهى إلى أسماعكم أن بعض أرباب القرار بعض المهتمين بعض المتمكنين من اللغة الاجتماعية اللغة الخاصة اللغة الشعرية كانوا يثنون على القرآن وكانوا منهم من يقول أن له حلاوة وأن عليه لطلاوة وأن أعلاه لمثمر وأن أسفله لمغدق وأنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى هناك مؤثرات سمعية عادة عد الإنسان مؤثرات سمعية انطباعية يعني ما هذا نقصد يعني مؤثرات سمعية انطباعية الآن كل أنواع البشر هناك علم وإدراك عد الإنسان يأخذه من السمع وهناك علم وإدراك يستقر في داخل النفس في داخل العقل البشري داخل الفكر البشرية من البصر وهناك من اللمس وهناك فلذلك المستوى الوعي والإدراكي لدى البشر يتناغم تناغما مهما واعيا مع الحواس مع امتلاك الحواس فالحواس هي أداة معرفية أداة معرفية أداة استشعارية لكل المثيرات الموجودة في الواقع فنأخذ السمع منها السمع عادة يميز ما بين الأصوات السلمية والأصوات المفجعة الأصوات المفجعة وهذا جعلوا أصابعهم في أهدانهم حذر حذر شنو؟ حذر الصواعق وهذا التناغم الموجود في القرآن وفي غير القرآن نشير إلى أنه هناك مستوى إدراكي موجود سمعي وهناك مستوى تأثيري سمعي الآن هسا الآن من هذه اللحظة نأخذ التأثيرات الصوتية التأثير الصوتي للقرآن التأثير الصوتي الفاعل استناد القرآن على هذا الجانب العامل الصوتي نعزل الحواس ونأخذ الجانب الصوتي الصوت المتعلق في حاسة السمع وتأثيراتها على الإنسان وهذه التأثيرات أنطباعية تأثيرات فطرية عند البشر منها كسبية نتيجة يعني الدخول في معترك الحياة فميز الإنسان منذ الطفولة جوانب متعددة وهذه الجوانب المتعددة يعني قولبت في داخل نفسه الجملة من الاستعدادات الذهنية نأخذ مثلا عندنا قضية الحكاية حكاية الصوت والمناسبة الصوتية حكاية الصوت هذا المستوى التأثير الأول إذن عندنا التأثير الصوتي للقرآن الكريم يأتي على مراحل المرحلة الأولى حكاية الصوت والمناسبة الصوتية حكاية الصوت هي اختيار جرس الحرف المناسب للمعنى المطلوب وهذا الجانب مهم حكاية الصوت هي اختيار جرس الحرف المناسب للمعنى المطلوب ومصطلح الحكاية أيضا قديم استعمله الخليل في العين في كتاب مثلا يأخذ مثال كلمة آه ويقول إنها حكاية المتأوه في صوته وقد يفعله الإنسان من التوجع فأخرج نفسه بهذا الصوت ليفرج عنه ما به هذه حكاية الصوت يعني حكاية الصوت بمن تتعلق في جرس الحرف المناسب جرس الحرف يعني نسق الحرف المناسب المطلوب في هذا اللفظ عندنا شيء اسم المناسبة الصوتية هي تجاور الحروف بانسجام صوتي متلائم وعدم تنافرها واضح؟ إذن عندنا حكاية الصوت هي اختيار جرس اختيار جرس المناسب للمعنى المطلوب والمناسبة الصوتية هي تجاور الحروف فيما بينه يعني ما يصير أخلي حرفين متباعدين في آن واحد والمفروض أنه أكون حرفين متجاورين وهي أمثلة لازم نأخذ عليها على أساس نعرف شنو الفرق ما بينهم والفائدة من عندهم نأخذ مثال مثلا بسم الله الرحمن الرحيم وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة واضح؟ خشوع وهمس وقضية السمع قضية السمع أخذت بعد أفقي ما بين تناسب بين الخشوع وما بين الهمس إننا لو نظرنا إلى هذه الآية لو وجدناها تحكي هذا الجو المهيب يوم القيامة الذي تخشع فيه الأصوات ولأجل تصوير هذا المشهد استعملت حروف الهمس في قولهم فحثه شخص سكت هذه حروف اسمها حروف الهمس تجي رح تطبقها على هذه الآية رح نلقى مجموعة كبيرة جدا من الحروف تتجاور لتتناسب مع الهمس وهي حروف خفية لا وضوح لها في السمع وهذه إشارة يعني الله العالم إشارة إلى أنه كيف استعمل التناسب ما بين تجاور الحروف والنسق لأنه نسق الهدوء والسكون والأغمار وخشعت الأصوات جانب من الهيبة جانب من الفخامة للرحمن الآن لدينا إشارة وتصور أنه لماذا للرحمن ليش ما كان للجبار على اعتبار أنه الخشوع خشوع الصوت يأتي مع الهيبة والهيبة تأتي مع الجبار المتكبر ما تأتي مثلا مع الرحمن جو الرحمن اللي هو واسع الرحمة واسع المغفرة واسع الصفح واسع كثير من الرحمن أرحم الراحمين أي إنسان راحم أي كيان راحم في هذا الوجود مو مثل رب العالمين فليش صارت خشعة الأبصار عفوا خشعة الأصوات للرحمن ما ليش إذن قلنا خشعة الأصوات للجبار المتكبر إذن هاي نحتاج فيها إلى دلالة أخرى غير التناسق الصوتي الآن هو محضرنا التناسق الصوتي فإذن فحثه شخص سكت هاي حروف الهمس حروف الهمس روح استبطن روح عرضها على هذه الآية تلقي جانب كبير من هذا في هذا فلا تسمع إلا همسة هذا التناسب الصوتي يعني يحكي ويتناسب صوتي حكاية إلى موقف معين اختيار جرس الحروف اختيار الصوت وتناسب الحروف وتجاورها لاحظوا آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم فكبكبوا فيها هم والغامون فكبكبوا فيها هم والغامون يعني شلون؟ لاحظوا الصوت فكبكبوا فيها يعني يريد أن يشير إلى هناك نزق ونغم صوتي لحالتهم اللي هم عليها فكبكبوا تعني وقع بعضهم فيها فوق بعض كبا عنيفا فضيعة فاستعمل لهذا المعنى الكاف والباء مضاعفين فكبكبوا وهما من حروف الشدة التي ينحبس فيها الصوت انحباسا كاملا مع مراوحة وتوازن بين الحركة والسكون هذه كلها إشارات استنباطية الله سبحانه وتعالى العالم من هذا الغير يعني أننا نلتمس التعلم في ذلك إذن الخلاصة حكاية الصوت والمناسبة الصوتية تستعملان تستعملان للوصول إلى أغراض إيحائية تضيف إلى المعنى ألفاظ يعني إلى معاني الألفاظ الواقعية أبعاد إضافية طاقات من المعنى ما كان لها أن تتحقق لو لا ما تحملانه وفي واقع في الواقع أيضا هذا النسق موجود هذا الضرب الصوتي موجود في كل مراحل الحياة استعمال استعمال الاستفهام وغيرها من المناسبات إذا يعني صار عندنا مجال نضرب الأمثال الواقعية الاجتماعية في الصوت إذن هذا المستوى يعطينا طاقة إيحائية تؤثر على وجدان السامعين وهذه الطاقة الإيحائية تعادل الأخذ بالوجوه الذي يستعمله الخطيب لإفهام الحاضرين الخطيب والسامع وهذا الجانب إذن هذا الجانب مهم يستعمله القرآن في جانب إعجازي مهم أخواني هو أنه كيف استطاع القرآن أن ينتقل من المستويات الصوتية إلى المستوى الإعجازي هذا كان اللي مر هو رقم واحد هو الحكاية الصوت حكاية المستوى الأول الانسجام يعني يقع في مستويين قلنا انسجام صوتي خاص متوازن بين الحركات والسواكن غير موزون بأوزان الشعر وهذا مستوى مهم جدا قدم نفسه القرآن قدم القرآن به نفسه على هذا الأساس لأنه يكون مخالف لمستويات الأدائية في الشعر وهذا اللون مهم جدا كيف أصبح يعني يهتم بجزئيات الصوتية في الكلمة الواحدة وهو يعني يبني مستويات الصوتية داخل النص القرآني بعيدا عن أوزان الشعر اثنين انسجام ترتيلي خاص أيضا وهو ناشئ من مراعاة أحكام التلاوة والتجويد والمدود والغنى والإدغام وغير ذلك وهذا بكل هذا النغم وهذا الصوت الموجود بالانسجام يعني جعل نفسه في مستوى خاص يختلف يختلف عن مستوى الغناء ومستوى الأداء الشعر وغيره نأخذ الأمثلة المستوى الأول انسجام الصوتي المتوازن بين الحركات والسكون مثل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة مالحاقة وما أدراك مالحاقة لاحظ شون مستوى انسجام صوتي متوازن بين الحركات والسواكن فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت الصاخة الطامة الصاخة لاحظ هنا يعني لو تأمننا الآيات السابقة لو وجدناها تشترك في موضوع واحد وهو هول يوم القيامة الحاقة الطامة الصاخة فكان من المناسب جدا استعمال حروف التفخيم القاف والطاء والصاد والخاء بخلاف ما له استعمل غيرها غيرها أضف إلى هذا المد الطويل اللازم الذي يمد بمقدار ست حركات عند أهل التجويد ليعمل الإنسان يعني فكره في هذا في هذا اليوم لكن الروعة تكمن في توازن بين حركات الطويلة الموجودة من خلال المدود والسكون والتجديد المفاجئ ثم التنفيذ بحرف الهائي في أواخر الكلمات الطامة الصاخة الحاقة في أمثلة الانسجام الترتيل الخاص الناشئ عن مراعاة أحكام التجويد في التلاوة وهي دراسة ذوقية لطيفة تبحث في أثر مراعاة الأحكام التجويد على وضوح معاني الآيات مثل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم ولا الظالين لاحظ المغضوب عليهم في القرآن هم اليهود هم شرد ما قليلا المغضوب عليهم قليلة العدد بخلاف الظالين فهم كثيرون من النصارى والمجوس والكفار ومن ظل السبيل من المسلمين وذلك جاءت كلمة المغضوب بمد طبيعي يوحي بقلة عددهم أما كلمة الظالين فجاءت مد تمد بمد اللازم مقدار ست حركات ليوحي بكثرة هؤلاء الظالين ووفرة عددهم والله العالم في هذا التصور هي كل التصورات يعني تفسيرية واستنباطية للأداء الصوتي نعم المستوى الثالث مستوى الفاصل القرآني والفواصل القرآني هي التي تقسم سياق النسق القرآني سياق النسق القرآني إلى وحدات أدائية وحدة أدائية ونفردة وهي تتفق غالبا مع كمية النفس لدى الفرد الفاصلة ونعني بها نهاية الآيات ومن فوائدها التأثيرية أن لها قيمة صوتية مهمة تراعى في كثير من آيات القرآن قليلا ما يؤمنون مثال بسم الله الرحمن الرحيم قليلا ما يؤمنون فلا يؤمنون إلا قلي لو تأمن الآيات لو وجدنا الفواصل في كل آية تتناسب مع ما يجاورها من الآيات في سورتها فآيات سورة البقرة تنتهي غالبا بالوا والنون أو بالياء والنون ينفقون يؤمنون والمفلحون وآيات سورة النساء يعني الأولى في البقرة فقليلا ما يؤمنون الثانية فلا يؤمنون إلا قليلا هي من النساء وآيات سورة النساء تنتهي غالبا بالألف رقيبة كبيرة فكان من المناسب أن تتغير الفواصلة تناسب مع أخوتها طبعا هذا المستوى هذا المستوى الصوتي تناسب صوتي لكن المعنى الأدائي التي وفرته الفواصلة هو أبعد من المستوى الصوتي فقليلا ما يؤمنون على المستوى الصوتي تناسب تجاوري مع الآيات الأخرى فلا يؤمنون إلا قليل هذا زيادة في التوكيد وزيادة في الحصر حصر القلة فهذا المستوى اللي كان فيه مستوى الأداء الصوتي النغمي الموجود التناسب مجاور في سورة النساء وهو كان أكثر تعبير إنسجام الصوت العام أي إنسجام الصوت العام أخواني هو جملة من الخصائص خلينا أخذ إنسجام الصوت العام بشكل عام هو ما هو في آيات والسور بين كل ما تقدم من حكاية الصوت والإنسجام الصوت الخاص بين الحركات والسكون ومراعاة أحكام التجويد ورعاية الفاصل وكذلك كيفية الانتقالات من موضوع إلى موضوع آخر وله خصائص إذن هذا العام يشمل كل الإنسجامات الصوتية وله خصائص أولا أداة للتنبيه والمفاجئة والإثارة الحاقة وما الحاقة وما أدراء كما الحاقة ثلاث موجات متعاقبة التكبير تكبر وتتسع متصاعدة في طولها ومدها وتتصف كل واحدة منها بالتجديد والمد في وسطها مع ذلك الاستفهامات المتوالية التصوير الصوتي الموازي والمقارن للتصوير التعبيري هذا المستوى آخر خاصية أخرى والعاديات ضبحة فالموريات قدحة في المغيرات صبحة فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا إذن مستوى تأثيري مستوى تأثيري التصويري وكأنما يريد يصور هذا الصوت التصوير الصوتي الموازي والمقارنة للتصوير التعبيري الآيات الثلاثة الأولى قصيرة سريعة متساوية في الطول أو في الوزن والنغمة وتتألف كل واحدة منها من كلمة مجتملة على مدين والثانية لا مد إلا في آخرها وهذا المستوى التناسب الجرس القوي والنغمة الشديدة تتناسب شدة الصورة والفكرة والجرس الهادئ والنغمة النوعمة تتناسب مع المشهد اللطيف المشهد الجميل والصورة المحببة فإذا كان الحديث عن يوم القيامة وهولها وتعاقب أحداثها تقصر الآيات في الغالب وتكثر فيها حروف التفخيم وهذا اللي تناولناه فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر إشارات صوتية واضحة ونغمية واضحة وتعبيرية المستوى الآخر هو تنوع نغمات الآيات طولا وإيقاءا وفاصلة تنوع المستويات يعني ما تبقى على نسق واحد تأخذ يعني واحدة بيد الأخرى إلى مستويات نغمية متنوعة إن إلينا إيابهم ثم علينا حسابهم وقد تتوالى الآيات كموجات متساوية متتابعة لاحظوا في سدر مخضود وطلع منضود وظل مندود إذن هذا بشكل عام هذا جانب من الجوانب المهمة التي عبر بها القرآن عن نفسه في بيان هذا المستوى التأثيري الإعجازي الذي نأى بنفسه عن مستويات الغناء والشعر والمستوى التأثيري داخل النفس وكيف يمكن أن يؤثر بالمجتمع وهو يحمل لواء مهما لواء الهداية في هذا الجانب الصوتي إن شاء الله أنا أعرف أنه بعض الأمثلة تحتاج إلى شرح تفصيلي وشرح يعني يعتمد ليس فقط على حاسة السمع والمحاضرة الصوتية إن شاء الله ستكون محاضرة تطبيقية بعد هذه المحاضرة نوضح بها جميع الأمثلة إن شاء الله وإن شاء الله رب العالمين يمكننا على إذا بقت في الحياة البقية على أداء ما هو أنفعه وأفضل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته